أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين تشاطر العالم الرؤى والأهداف التي تسعى إلى النهوض بالحياة الإنسانية في كل مكان إيمانا منها بأهمية العمل الجماعي في تحقيق الغايات الطموحة لمستقبل أكثر ازدهارا للبشرية ونوها سموه إلى ضرورة العمل بشكل أكثر فعالية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة لعام 2030 التي توافقت عليها إرادة العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر 2016 والتي تشكل في مضمونها خريطة طريق للدول والحكومات من أجل حياة آمنة ومستقرة تنعم فيها الشعوب بالطمأنين على حاضرها ومستقبلها وقال سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية الموئل الذي يصادف يوم غد الاثنين ويقام هذا العام تحت شعار سياسات الإسكان منازل بأسعار معقولة إن قضية توفير السكن الملائم في صميم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها مملكة البحرين والتي عملت على ترجمتها منذ وقت مبكر من خلال التوسع في إنشاء المدن والمساكن العصرية التي تلبي احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استطاعت أن تحقق العديد من المنجزات التنموية لا سيما في قطاع الإسكان الذي شهد طفرة في توفير حلول إسكانية وبرامج متطورة ومستدامة تناسب ذوي الدخل المحدود ضمن رؤية متكاملة تواكب متطلبات المجتمع البحريني وقال سموه لقد شهدت مملكة البحرين وما زالت تطورا معمريا كبيرا وتجمعات إسكانية وسجلت ارتفاعا ملموسا في مستوى المساكن وعملت على توفير السكن الملائم لشرائح واسعة من المواطنين وضاف سموه إن سعينا نحو الحياة الأفضل للمواطنين هي غاية ذات طبيعة مستمرة وأن كل هذه الغايات مدونة في برنامج عمل الحكومة بما يتناسب وطموحات المستقبل وخططنا التنموية عامرة بالطموح وذات فصول متعددة وذات ملامح واضحة لتلبية حاجات المواطن الأساسية وعبر سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بما تحظى به تجربتها في مجال التنمية الحضرية من إشادة وتقدير دولي باعتبارها تجسد نموذجا للنمو المستدام الذي حرصت عليه الحكومة وجعلته في صدارة أولويات برامجها على صعيد التنمية المستدامة ودعا سموه المجتمع الدولي إلى المناطق الفقيرة والأشد احتياجا اهتماما أكبر بشكل يرفع المعاناة عن قاطنها ويوفر لهم الاحتياجات الضرورية في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العالمي في مفهومه الشامل وشدد سموه على أن التحديات العديدة التي يرزح العالم تحت وطأتها تتطلب بذل جهود مضاعفة لإمضاء الأهداف الإنمائية على نحو يجنب البشرية مزيدا من المخاطر المحتملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر